بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي العالمين وأشهر أن لا إله إلا الله وأشهر أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشره وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتبعين وتبعين بأحسام كل يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما أحسى وإذن الله اللهم يا مجيد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله مجيد الذات والصفات والأفعال صلاة كورثنا بها مجدا ذاتيا برفع الهمة إليك ومجدا في صفاتنا بحسن الأخلاق ومجدا في أفعالنا بالكزام الأدب لنقرب من جناب حضرة الحميد المجيد يا مجيد اللهم يا باعي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلته باعثا للوجود من حضرة العدم بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وباعثا للهداية في نفوس أهل الهوائة بقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وباعثا لأرزاق العباد حسا ومعنا بقول إنما أنا قاسم الله يعطي صلاة تجعلنا باعثين لأنفسنا أو لمن تعلق بنا إلى حضرة علاموه بمجرد النظرة والإشارة بالحال والمقال وتبعثنا على خير حالة يا باعث يا وهي اللهم يا شهيد يا حاضر لا يغيب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان لا يشهد إلا إياك وجعلته شهيدا على ما سواك صلاة أشهدك بها في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء متحققا بوحدة الشهود للملك المعبود فأينما توله فثم أجه الله وكفى بالله شهيدا اللهم يا حق يا مبين يا من يهدي بالحق صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان مظهرا للحق لقد افتبه على الباطل فدمعه فإذا هو زاهق والذي قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا صلاة تورثنا إرثا من هذا فنكون مظهرا للحق فلا دعوة وفي أقوالنا فلا كذب وفي أنفسنا فلا هوى فنصير حقا صرفا تدمه به كل باطل وزور فتحق بنا الحق وتبتل بنا الباطل ولو كره المجرمون اللهم أرنا الحق حقا مرزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا مرزقنا اجتنابا واهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهي من تشاء إلى السراط المستقيم أما بعد نقم الكراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخال المسمى جمع النهاية ببدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمر الأسدي الأندلسي المتوفس من التسعة وتسعين وستمائة من الإجرى النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايحه وتلامدته وفرائه ثنمي ومصنفاته وزواره في الدارين أمين الحديث الخامس والخمسين حديث صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزام الله عن خير بالإمام البخاري في صحيفه بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الضهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام الأول الإخبار بركوعه عليه السلام قبل الضهر وبعدها الثاني أنه عليه السلام كان لا يركع بعد المغرب في المسجد وكان يركع في بيته بعدها ركعتين الثالث أنه كان لا يركع في المسجد يوم الجمعة لا قبل ولا بعد وأنه عليه السلام كان يركع في بيته عند انصرافه منها ركعتين والكلام عليه من وجود الوجه الأول هذا الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام من صفة هذا التنفل هل هو تعبد لا يعقل له معنى أو ذلك يعقل له معنى ولما ترك الصبح والعصر لم يذكرهما وما الحكم فيهما فالجواب أما كون الصبح والعصر لم يذكره فقد ذكر في موضع آخر لأنه قد جاء لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر وقد جاءت فيهما أحاديث كثير وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخففهما لها سنة الفجر سنة الصبح تكون قبلية ولسا بعد لأن بعد الصبح واكتكره وقد ذكرت العلة في تخفيفها وقد جاء أن العصر كان عليه السلام يركع قبلها ركعتين والأحاديث لذلك أيضا كثيرة وأما هل لتلك الصلاة معنى أو هي تعبد فإن قلنا إن ذلك تعبد فلا بحث وتعبدي يعني من غير معلوم العلم فإن قلنا إن ذلك تعبد فلا بحث وإن قلنا إنه لحكمة فهي الله أعلم الإرشاد إلى الزيادة في الخدمة كما قال عليه الصلاة والسلام لضمام حين قال له هل علي غير ذلك لما قال له فرض الله عليك في اليوم خمس صلوات في اليوم والليل فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فقال لا إلا أن تطوع فكان ندبه عليه السلام إلى التطوع بالقول جاء عمله عليه السلام هنا تحديدا على ما ندب إليه بالقول يعني جاء فعله مطابقا لحظه بالقول في التطوع فإن عمله عليه السلام أبلغ في التعليم وتقعيل الأحكام بالفعل أبلغ وإن كان القول كافيا كما هو معلوم من الشريعة غير ما موضع وهذا وجه حسن الوجه الثاني فيه من الفقه أن كل ما يأمر المرء به غيره ويرغبه فيه من أفعال الدر ينبغي له أن يفعله هو يعني إما تؤمر الناس بشيء لابد أنك أنت تكون فاعل أنت هذا الشيء عشان يكون كلامك له آثر لإن عار عليك أن تأمر بما لا تفعل وربنا سبحانه وتعالى عب علينا ذلك أتقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولذا كان النبي إذا أمر بشيء كان يكون هو أول أن نلتزمين به صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي له أن يفعله هو حتى يكون له ذلك حالا ومقالا لألا يدخلوا بذلك تحت قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وربنا سبحانه عب على اليهود قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسونها أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون عب على اليهود ذلك ولذلك قال بعض من نسب إلى الحال سيعلم صاحب فقه الكلام وصاحب فقه الحال عند هجوب رياح القيامة وانجلاء غمام الدنيا من فارس الميدان منهما يعني يوم اليهما حيبان من اللي هو بتع كلامه ومن هو اللي هو بتع عمل ففي ناس بتتكلم كلام كتير وتبص العمل وتلي وليه وقد يقترب الناس في الدنيا بكلامه ويظنون أنه هو من أهل الاجتهاد يوم الأيامة يعني يظهر على حقيقته وإذا نظرنا لجموع عددها زاد لنا معنى مع ذلك وهو معنى رطيف وهو من شير أهل يعني مجموع عدد الصلوات اللي النبي سنها مع ما فرد عليه هو أول مفروض أتعليه مش خمسين صلاة لما تيجي تجمع الخمس فرائد والسنن بتاعت النبي يتلاقيهم خمسين برد كأن النبي رجع للأصل كويس كأن النبي أراد أن يرجع للأصل يعني لو أردنا نحسبهم مثلا خمس فرائد سبعتاشر ركعة والركعة دي فرد لأن أقل صلاة ركعة لأن الوترة أقل ركعة يبقى نحن كده في الفرائد أعدادها سبعتاشر ركعة النبي سنلنا قدامها سبعتاشر ركعة سنة يبقى كام أربعة وتلاتين تيجي انت تحط اتناشر ركعة بتوع صلاة الليل كمان على أربعة وتلاتين يبقى كام يطلع ستة أربعين خط معاهم أربع ركعات ضحى يبقى الخمسة يبقى الحكاية هي هي ارجعنا للخمسين تهي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته أن لا يرد حكم الله الأول أنه فرد علينا خمسين صلاة كأنها خمسين ركعة النبي يفهمها إيه خمسين ركعة فرقمنا سبحانه وتعالى لما خفف على الناس الفردية أراد النبي أن يزيدهم سننا حتى يصل إلى العدد الأول الذي به تتم الرحمة واخد بالك هي دي المسألة ممكن يدهم بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فاته صلاة الليل فصلاها بين الصبح والظهر كتبت لو كأنه صلاها في الليل صلاة الضحى أقصها 12 ركعة فلما صلاهش بالليل يجي في الضحى يصليهم 12 ركعة وفي الدولات يحط 12 ركعة مع السبعتاشر الأولين اللي هم مع السبعتاشر الفرائد والسبعتاشر السنن مع كمان يصلي ركعتين تحييط مسجد في أثناء اليوم واخد بالك حتى تلاقي في الآخر تيجي بارده الخمسة يعني أنت لو انتزمت بصورة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هتلاقي نفسك بتسجد ايه بتصلي لله خمسين ركعة كل يوم يعني بتسجد له مية سجدة مفيش حتى على وجه الأرض بيسجد لربنا مية سجدة إلا المسلمين على فكرة في اليوم كل يوم ذكرهم وإنساهم صغيرهم وكبيرهم علمهم ومجاهدهم عصيهم وطائعهم فيش أمة بهذه السورة فيش أمة عصلا بتسجد إلا أمة النبي ولو سجدة واحدة فما بالك أمة النبي بتسجد مية سجدة في اليوم اللي بيواظب حتى على السنن فقط العادية ما يصليش الحاجات أو بيسجد ايه كام اربعة وثلاثين سجدة في اثنين بيهي بتمانية وستين سجدة بتسجد ما يصليش السنن خالص بيصلي الفرائد بيسجد لله أربعة وثلاثين سجدة اللي هي سبعة وثلاثين ركعة فريدة يعني أقل مسلم في الاكتئاد بيسجد لله كل يوم أربعة وثلاثين سجدة اللي هي سبعة وثلاثين فريدة ركعة فريدة ركعتين الصبح أربعة ركعة عصر أربعة ركعات آآ بزهر وعصر وعيش أربعة وثلاثة بكان باتناشر واثنين يبقى أربعة عشر وتلاثة مغرب سبعة عشر يبقى احنا أقل مسلم اللي هو بيعمل فريد بس وما بيعملش أي سنة حيسجد لربنا اربعة وثلاثين سجدة فما فيش أمة بيهزيه السور عشان كده هي الأمة العابدة هي الأمة دي احنا معروفة في الأمة السابقة هي الأمة العابدة الأمة السابقة فوجد عليهم الصلاة مرتين في اليوم بس وبعد صلاة وثلاثهم كانت بلا سجود حتى أقول لها ركعي مع الركعين ما قالش سجد فيبدو أن ما كانش عندهم سجود أو عندهم سجدة واحدة في اليوم لكن شوف إحنا كل ركع سجدتين كل ركع سجدتين الشريف والوضيع بيسجد الرئيس والمرقص يسجد ما فيش حد مستثنى فيه العالم والجاهل يسجدها والصغير والكبير يسجدها والمرأة والراجل يسجدها اليهود عندهم النساء ما عندهمش صلوات لأنهم أصلا شياطين اليهود في اعتقدهم كده النساء دول شياطين اللي يسجد الرجالة بس واللي يعبد الرجالة بس يعني دين رجال يعني ربنا ده رب رجال وما النساء إيه عند اليهود النساء دول أصلا حباء للشيطان كل ما تابد عنهم يبقى أحسن بالبال عنهم غنيمة لكن شوف إحنا عندنا المسلمين النساء وشقائي كوريديالي في الأحكام ويبقى عندنا أولياء كبار من النساء مذكورين في التاريخ وفي كل عصر يبقى عندنا إحنا رحمة دين كل رحمة ما فيش أمة عابدة مثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول هنا وإذا نظرنا لجموع عددها زاد لنا معنى مع ذلك وهو معنى لطيف وهو من شيم أهل الإيمان لأن وجدنا الصلاة التي زادها هو صلى الله عليه وسلم بحسب موارد بي الأثار أربعا وأربعين ركعا والودر واحدة فذلك خمس وأربعون مع الخمسة المفروضة فذلك أصل العدد المفترض أولا وهو خمسون صلاة وطلب أولا صلى الله عليه التخفيف شفقة عليه مؤخذ هو صلى الله عليه في حق نفسه المكرمة بالعمل على التوفيع والكمال حتى يحصل له الثبوت في قدم قوله عز وجل الذي وفى مش قال إبراهيم الذي وفى وسيدنا إبراهيم بالنسبة لأنه تابع يبس إبراهيم محمد من بابه أولا واضح وكقول موسى عليه السلام أيما الأجلين قضيته فلعدوان عليه ثم أنه أكمل أبعد الأجلين لأن الأنبياء والرسل صلى الله عليه مجمعين أهل الهمم السنية وكيف لا وهم خير الخير الخير من البرية فنحتاج إذن أن نسمي تلك الأربعة والأربعين وهم ركعة الفجر وارضحة على منتهت الأخبار عنه صلى صلى الله عليه من أثناء عشرة ركعة وعند الزوال بقدر ما كان ينهى عن الصلاة في ذلك الوقت ثم رجع للسنة فصل فيه أربعة على غلبة الظن في تيقل العدد وقبل الضغر ركعتين وبعدها ركعتين وقبل العصر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وتحية المسجد ركعتين وبعد العشاء ركعتين وإن كانت الصلاة التي عند استواء الشمس ركعتين فيكون تمام الأربعة والأربعين مروات وعائشة رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يصلي على فراش ركعتين وحينه ذن ينام صلى الله عليه وسلم وقيم الليل اثناء عشر ركعة والوتر واحدة لأنه ينطلق على كل ركعة صلاة بدل القول عليه السلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر فقد سمى عليه السلام الواحدة صلاة ويضع فيه من الحكم أن المولى صبح هو طبعا عدتها لك بطريقة أسهل وقد قال لك هو عدتها لك بطريقة فيها نوع من الالتفات لكن أنا عدتها لك بطريقة أسهل ويظهر فيه من الحكم أن المولى سبحانه لما نقص من العدل واحدة زادها هو جلاله ليكمل الفضل بفضله على سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته جعلان الله من صالحيها في الدارين بمن فكما نقص العدد منها أولا تفضلا وتخفيفا أكمله أجرا تفضلا وإكمالا وهنا بحث لطيف هو أنه لما جعلت هذه الأمة شهداء على الأمم بمقترى قوله عز وجل في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي خيارة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد كان من كلام موسى عليه السلام لسيدنا صلى الله عليه وسلم إني عالكت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق ذلك فتفضل المولى جل جلاله بأن وفق هذا السيد صلى الله عليه وآله وسلم للكمال في إكمال العدد المطلوب أولا حتى يكون تزكية في الشهود فإن من شرط الشهادة التزكية والعدالة فبانت تزكية هذه الجمة بفضل الله تعالى ولم يتركها سيدنا صلى الله عليه وسلم مع ضعفها حتى تكون عدلتهم ظاهرة من أجل تحقيق الأحكام ثم لم يقتصر هو صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس إلا لأنه عليه السلام ترك لنا بابيني إلى الزيادة مفتوحين الواحد بقوله عليه السلام رحم الله عبدا صلى أربعا قبل أربع يعني ما اكتفش من الظهر قبل اثنين ده حسنا أننا نصلي قبل الظهر أربعة كمان يا حديث تاني أنه ما نصلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد العصر فقد إيه حرم جسده على النار فورد كمان الثيادة رحم الله عبدا صلى أربعا قبل أربع وصلى أربعا بعد أربع يعني أربع قبل الظهر اللي هي الأربع الفريدة يصلي أربع قبلها سنة ويصلي بعدها أربع فريدة أربع سنة أيضا ومن صلى بين العشاءين اثنتين عشرة ركع اللي يسموه صلاة الأوامين اللي هي بين المغرب والعش ركعتين 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 في قاله ست ونسأل الاثناشر على خلافه يعني يشغل وقت من المغرب والعشة صلاوات صلاوات ركعتين اثنين 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 على ما يخلصهم إلى العشة الدمية كل دي سنن وفضائل الإنسان يوازب عليه لو ما يقدرش يقوم يقيم الليل لأن في الناس بيحط دماغه بعد العشة ما يفتحش عين ولا على الفجر ويمكن يفتحها بعد ما الشمس تطل فاللي هو عارف عدته كده يبقى يلحق نفسه هو صاحي يعود اللي يفوته ونائم ومن صل بين العشاءين اثنتين عشرة ركعبنا الله له قصرا في الجنة وما أشبه ذلك من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا المعنى وهي كثيرة والباب الثاني لفتحنا إشارة عليه السلام إلى تمام التسكية في باقي الأقوال والأفعال بقول عليه السلام من لم تنهب صلاة عن الفحشاء والمكر لم يزدد من الله إلا بعدا فبالله عليك يا أخ الشبهات والشهوات انتبه لنفسك يسيرا ولا تحرمها هذا المقام الرفيع الجهيل وتقمها مقام الظل والتعنيد فإن من اتبع شهوته ذهبت مروءته وشان دينه ومن كان بها ذي الصفة ضاع عمله وكانت النار أولى به قل لي يا نار ايه؟ نار التسكير لأنه ما زكاش نفسه في الظل فيهما بيجي أبي الرب لا ولسه مش مزكري يوم ربنا يدخلوا نار التسكير عشان يجعله مؤهلا لأن يدخل الجنب فاللي يلحى نفسه بدري بدري بدل ما يحتاجه عدى عن نار في الآخر وقد قال صلى الله عليه وسلم لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار وقمتم حتى تكونوا كالحناية ولم يكن لكم ورع حاجز لم يمنعكم ذلك من النار يعني لابد مع العبادة والاكتهاد فيها الورع مش قاعد يعبد طول النهار واللي يجيروا يجتموا ولما يجيروا مال يكلوا ولون حرام وقلبه كل حقد وحسد على الناس مش هيستفيد بحاجة لازم يبقى عنده نوع من الورع ايه هو الورع؟ الورع هو أن يأخذ من الحلال قدر الحاجة وأن يتجنب ويتجنب ايه؟ الشبهات اي حاجة فيها الشبهة ما ريش دعوا بي اللي مشايخنا ربون علي يقول لك الخروج من الخلاف مستحق كان يقول لنا كده يبني خروج من الخلاف مستحق كنا نقعد ندرس الفقه المقارن على مشايخنا فتلاقي ان في الاخر بعدما تقرى الفقه المقارن عن مزاهب الكتيرة الاربعة المشهورة وغير المشهورة تجد ان لا يخلو عمل من الاعمال الاو في مذهبات فاللي ما عندهش بقى ورع ويقرى الفقه المقارن يتعلم التسيب يقول لك ما كله ينفع تهمت بقى كانوا بقى ما شايخنا يقول لنا ايه اقرى الفقه المقارن والخروج من الخلاف مستحق يبقى انت بتدرسه مش عشان تتنطع في الاراء الضعيفة لا ده انت بتدرسه عشان تعمل عبادة صالحة على كل المزاهب دي تهمت ادي بقى عمل ورع بقى لان في الناس بتدخل الباب العلم علشان يتعلم ايش ايه الرخص في كل مسألة عشان ايه ياخد الرخص في كل مسألة اهل التصويق اهل الهمم العالية مش اهل الرخص الرخص دي اخدوها يعني في النادر في حياتهم لما يكبر او يعجز لما يكون تعبان او لما يبقى مريض او لما يكون سافر صفر مرهب ياخد الرخص انما بغالي حياته هم من اهل الهمم العني والنبيه كان غالب حياته وكده اهل هم عليه الرخص دي كان يأخده بسفر وبعض السفر كمانش في كل السفر. تأحيان كتيرة كان يصوم في السفر صلى الله عليه وسلم. وكان لا يترك سننه حتى في السفر. ويقضي سفره ويصلي على دبته. وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي هو الذي كان امام اهل الهمم العالية صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل كده الورع لابد منه. اللي هو الخروج من الخلاف مستحب. كانوا مشيخنا يفهمونا كلمة الورع دي يعني ايه؟ يعني الخروج من الخلاف مستحب. يعني ما تعملش حاجة وفي بعض الارابة تقول اني هي غلط. اعمل الحاجة اللي كل الارابة تقولي حلوه. طب والحاجة اللي هي مشتابهة كده يقولك سيدهم الدنيا قصيرة وعمرك قصيرة ما حابكش يعني. عدل يوندوله خلاف. يقولك مثلا الجبنة الفلانية فيها شبه. وعندك انت عشرين نوع جبنة تاني. خلص كل في العشرين. ولا لازم تجي فالهايفة وتتصدر. وتجيب لها هي اللي لازم اجيب الجبنة دي كلهم. اصلا على فكرة اللي رأيي فيها مش متأكدين قوي. فلما انت عندك غيرها كتير. يعني الحلال الصرف اللي بالاتفاق. اكتر من الامور المشتبهة. واكتر من الامور المحرمة. فما تجيش بقى في المحرم والمشتبه. وتقول لي اصلي فيه ناس بتجيز. اللي يعادي كل شوية يقولك اصل واصل. يبقى ما عندوش اصل. بالعربي كده. فهمتو ازاي. اللي عندو اصل حقيقي. هو الذي يكون عبادته متينة. ويبقى عندو وارع. عشان كده بيقولك ايه. كلام الشيخ. لو صمتم حتى تكونوا كالاوتار. وقمت ده على فكرة وانسبوا للنبي. النبي ما قالش الحديث ده. ده كلام منضبط عند الفقهاء. وان كان نسبوا للحديث غلط. لان بعض الفقهاء مش تغلوش في الحديث. لكن هو كلام صحيح المعنى. لو صمتم حتى تكونوا كالاوتار. يعني شوف رفعت خلص من كتر السيام لما بيت زي الفاتلة. وقمتم حتى تكونوا كالحناية. بدلت واقف تصلي طول الليل. لما دهرك واجعك وتحنيت. في اكتر من كده بقى مبالغة في العبادة. ولم يكن لكم ورع حاجز. لم يمنعكم ذلك من النار. شوفت المشكلة بقى فالمشكلة. على فقه عايز تبقى اعبد الناس. اتقي المحارب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم. اتقي المحارب تكون اعبد الناس. ما قالكش ايه. اكثر من الصلاة والصيام. والصدقات. اعمل الفرائد بس. واتقي المحارب تبقى اعبد الناس. لكن طول النهار صايم. وطول الليل القائم. وانت الحرام شغل فيه للنهار. وعايش في ارض مقصوبة. ولبس ثوب من حرام. تبقى اتبقى فيه. ولا عبد ولا حاجة لمناظر. ده انت بتعبد لنفسك. عشان تقنع نفسك قدام نفسك. انك انت هو راجل عبد اهو. تقوم تستوعب الحرام وتاخده وتقوله. اوه ما يجرش حاجة ما احنا عباد. يبقى انت بتعبد لنفسك. مش بتعبد لربك. اتقي المحارب تكون اعبد الناس. ما قال لاش. ما قالوش صلي كتير تكون اعبد الناس. ما قالوه الصوم كتير تكون اعبد الناس. ما قالوش اختم القرآن كل تلات ايام. ولا كل اسبوع زي ما بنعمل احنا. بتبقى اعبد الناس. ايه ارى يسين الفتحة بس صورك. بتقراش معا صور. صلاتك صحيحة. لكن متعملش محرومة. لا تقع للمشيء الناس كان. فتكون اعبد الناس ازاي بابتقاء المحارب. ولم يكن لكم ورع حاجز لم يمنعكم ذلك من النار. وان الفتى اذا نبذ شهواته طمعت نفسه في اكتساب الحور والقصور. فتنبه الى هذه الحكمة العجيبة منه. صلى الله عليه وسلم في تفريقي عليه السلام هذه الصلاوات على هذا الترتيب العجيب. يبقى النبي فتح لنا بابين للاجتهاد. باب ان نزود لنا عدد الركعات اللي احنا اركحها. فوصلها لحد الخمسين. وباب تاني قال لنا على فكرة اركع الخمسين. بس لو لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. فنرأوا لابين. يبقى فتح لك بابين. باب انك تتجنب المحارم. هو باب انك انت تجتهد في الطاعف. مش تجتهد في الطاعف وما تتجنبش المحارم. فهمت بقى؟ يبقى فتح لك هذين البابين الهمين اللي بهم. تتمه التسكية في الدنيا. فاذا مد تجد النار ما لهاش نصيب فيك. ده بالعكس ده لو لموك في النار حتحولها الجنة. لان خلاص ما لهاش نصيب فيك. انت اصلا نقيت نفسك. لانه الانسان الذي بلا معاصية لو قلقي في النار. لكانت عليه بردا والسلامة. لان لا يحرقه في النار الا ما سوي عمله. لانه خد بالك زوقوا ما كنتم تعملون. يعني لو ما عملش معاصي مش هيجد ما يزوقه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى على قدر ما تتجنب المعاصي على قدر ما لا تمسك النار. ولا تؤذيك النار ولو القيت فيه. فهمت المسألة دي نقطة هامة. لانه عليه الصلاة والسلام لو جعلها في وقت واحد. اجعلها عددا مرتبا لا يزاد فيها ولا ينقص لكان في ذلك مشق. يعني لو قالك النبي صلي خمسين ركعة. كل يوم وسابك من غير ما يقسملك على مدى اليوم. كنت تصعب عليه. انت طبيعتك موسوف. تقول اه انا علي خمسين ان شاء الله. طبا ما ارجع من الشغل. طبا ما استريع شوية. طبا ما كلهم. طبا ما اشرب كبير شيء. طبا ما اتفرج على الاخبار. طبا ما نقر الجرنال. يخلص اليوم. ما ركعه واش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمله ابنك بالراحة. ركعتين قبل الفجر وركعتين فريدة الفجر. وربع ركعت ضوحة. وبعدين اربع ركعت قبل الظهر. وربع ركعت فرد الظهر. وربع ركعت بعد قصرة الظهر. وتريح شوية تروح شغرة تعالى. يجي العصر يدن. ركعتين قبل العصر يدن. متقسمة على طول اليوم. بحيث لا ملل. ولا ارهاب. وتبقى حياتك عميرة بذكر الله. كل ده من حسن ترتيب النبي. في بيان الوصول الى الله. من اكثر طريق. وارفق طبيق. صلى الله عليه وسلم. فلما جعل صلى الله عليه وسلم منها ما هو مستصحب مع الصلوات المفروضة. مستصحب مع الصلوات المفروضة. ومنها ما هو في غير وقت الصلوات. زي الضحة ده شو غير وقت الصلوات؟ الضح. وزي مثلا قيام الليه. في غير وقت الصلوات. إلا أنه بتوسعة مثل قيام الليل كله طرف والضحى من بعد طلوع الشمس إلى الزوال فمن عجز عن قيام الليل والضحى لم يعجز عن التي هي مع الصلوات لو عجز عن قيام الليل وعن الضحى الضحى صلي الضحى يا ابني ولك استبقى بقى في الشغل طب ما يجرش منك طب صلي الليل قيام الليل ولك استبقى بقى عن الشغل تعبقى لنقدر شغل نقوله خلاص طب صلي بقى ايه الرواتر والسنن المتعلقة به انت بجي تصلي الدور يا ابني بصلي قبل ركعتين وبعد ركعتين كويسة حلوة واضح بقى كده العصر صلي قبل ركعتين يا رجل لو عندك وقت خليهم اربعة قبل الدور واربعة بعد ما عندكش وقت اتنين قبل واتنين بعد ما عندكش وقت في العصر طب صلي الفريدة بس ونصليش حاجة قبل ولا بعده طب صلي بعد ركعتين لو قدرت لو قدرت بقى وما صليتش اربعة قبل الظهر وجيت بقى المغرب ودايق خليها هات ستة هات اتناشر عوض اللي فاتك يعني تيجي بقى تصلي العيشة طب صلي بعدها ركعتين طب بعد ركعتين صنة العيشة البعالية هات ركعت وطر هات تلاتة وطر هات الخمسة وطر هات سبعة وطر ونام منتا يا ما حتنام في القبر مستعجل على ايه لكن لا ده هو عايزة خيمة بجري 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 فياكتب ازاي فلازم الواحد يكون عنده نوع من الهمة ويقعد يخطف كده من عمره حاجات يخطف من عمره حاجات بمره الوقت تلاقيه بقت كتيرة لكن ما يعني يسوف يسوف مخطفش شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني استعين على طاعة مولاك في اول اليوم شوية واخر اليوم شوية وشوية بالليل شوف استعينوا بالغدوة اول اليوم والروحة اخر اليوم وشيء من الدلجة وشوية بالليل سهل اول ثم تفرغ مع مولاك في المسكازير اوقار فاقي نفسك كل يوم لا يخلو لك ذكر انما ما توعب بقى تسوف 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 هتبع من الغافلين فان عجز عن قيام الليل والضحى لم يعجز عن التي هي مع الصلوات كما تقدم فكانت خفيفة على الناس حتى قل ما يكون من مصلي يصلي فريضة ولا يتنفل قبلها ولا بعدها وان كانت فيكون في حكم نادر الذي لا حكم له فانظر الى هذه الاشارة اللطيفة لما طلب منا اولا خمسين ثم ثبت الفرد على خمس في الاصل خمسا ووفاء الكمال خمسين فما نقص من الاصل الذي ثبت بالحكم الحكم وهو خمس اكمل من الاصل المطلوب اولا وهو الخمسون وسميت نفلا لكونها غير حتم ولذلك جاء نو إذا كان يوم القيام يقول مولانا جل جلاله انظروا الى صلاة عبدي فان اتى بها كاملة وإلا قال عز وجل انظروا ان كانت له نافلة فاكملوها منها فاكمل الاصل الذي والفرد من الاصل الذي كان اولا بالوضع فجاء قول تعالى ما يبدل القول لدي وبقي بحثان احدهما لما كان عليه السلام لا يصلي بعد المغرب الا في بيته كان النبي حب يصلي سنة المغرب في بيته شافق على الناس لانه لو النبي قعد في المسجد صلى المغرب في بيته قعد ختم الصلاة وقام صلى سنة المغرب في المسجد الناس هتستحق تسيب المسجد والنبي اللي لسه يعد تصور انت بقى انت النبي بيصلي وانت بتصلي هتمشي والنبي طول ما قعد ولا ولا امشي ولا اتحرق لانه حظ اللابد كده لكن النبي شافقة على امته بعد المغرب فينا الصايمين ونس جايين من عملهم ونس جعنين ونستعبنين يقوم النبي خلص الفريدة ويدخل حجرته عشان يدي فرصة للصائم يروح يأكل والتعباني يستريح شوية والجاي من عمل ويغير بلابسه ويستهد لصلاة العشاء يبقى دي كلها شافقة لكن احنا لما زالت هذه العلة لان انت وانت في الجامع يمكن الناس ايه تسيب الجامع طول ما انت في الجامع خلص ايه في الجامع بقى ما تفرقش يعني انت مش حبه في ارهاق على الناس لو صليت انت في الجامع لانت غيرت الايه العلة لكن العلة مع النبي كانت موجودة النبي كان ينزد الشافقة على امته زي برده في الجمعة كان الصحابة يوم الجمعة يصلوا الفاكف وعشان يبكروا الجمعة ما يناموا شوية يفضلوا قاعدين لحد الشروق يصلوا الضحى يروحوا يغتسلوا ويرجعوا على طول ما يفتغلوش يروح على المسجد يقول يصلوا الجمعة طبعا يقلصوا صلاة الجمعة هنا مرهقين تعبانين اللي عايز يأكلوا اللي عايز يناموا اللي عايز يستريع شوية حتى ان قائلة الضحى كانت ياخدوها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يوم النبي ما يصل الجمعة يروح على بيته يصل السنة هناك عشان يدي فرصة للناس اللي تعبانين وبكروا وجم بدري وعملوا وعملوا يروحوا ببيتهم يستريعوا شوف شفقة النبي وامتي الزي ورحمة النبي على امتي الزي كل دي عيلة لطيفة تبين لك كمال شفقة النبي على هذه الامة وإحساسه بالناس لان هو حاسس بيهم مش حاسس بنفسه لا حاسس بيهم هو نفسه بالنسبة له كان لا يتعب من الصلاة بل قرة عينه في الصلاة صلى الله وسلم لكن هو كان ليعمل الناس بنفسه يعامل الناس بضعفهم لا بنشرح صدريه هو مع مولاده لان لو هو على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان أم يقف يصلي لا يتعب لانه ينسى نفسه بذكر مولاده طيب كان ساعة يقيم في ركعة واحدة يجب له ربعة الكران في ركعة واحدة وانت لما بنقرأ مثلا حزب في ركعة واحدة بتقول تتململ وترفع رجل وتنزل رجل وتعمل وتقول له يا رب ويمكن حتدي على الجمال واخد بالك ان يطب ساكت ونستغير لكن شوف النبي حالة ثانية بالرغم من كده ما كانش عاملنا بحاله صلى الله عليه وسلم بشافقة عليه صلى الله عليه وسلم وبقي بحثان أحدهما لما كان عليه السلام لا يصلي بعد المغرب إلا في بيته والثاني مثله في الصلاة التي بعد الجمعة فالجواب إن قلنا إن ذلك تعبد فلا بحث وإن قلنا إن ذلك لحكمة وهو الحق فما هي فنقول أما كونه عليه السلام لم يصلي بعد المغرب إلا في بيته فقد أجبنا عنه في غير هذا الحديث لكن نشير الآن إلى بعضه لكون النفس متشوقة إليه وذلك أن المغرب وقت ضيق فقد يأتي الناس إلى صلاتهم ويتركون ضروراتهم والغالب عليهم الصوم والكد في الأسباب فلو بقي النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أحد منهم في الغالب فالحقهم بذلك تألم وهو عليه السلام الذي قال في أدي الصلاة خصوصا إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء رحمة منه لهم وقد تقدم الكلام عليه فكيف في النافلة وأما كونه عليه السلام لم يصلي أيضا بعد الجمعة في المسجد فقد بيّن عمر رضي الله عنه العل في ذلك بمحضره عليه السلام وأجاز ذلك كما في كتاب مسلم لأنه لم يحض عليه السلام على التنفل بعد الجمعة كما جاء في مسلم أيضا قام رجل بعد الفراغ من صلاة الجمعة يركع يعني أول ما صلوا الجمعة ركعتين أموح يركع ركعتين طب ما كده حتشتبه للناس اللي بدوعات إن الجمعة أربع ركعت فهمت؟ ولكن الجمعة خلاص انقبلت بركعتين على شك كده النبي كان يحب يفصل بيها يفصل من سنة الجمعة وفرد الجمعة فاصل فاصل حركة يدخل إلى بيته ويترك الناس اللي عايز يستريهه أو فاصل بالنسبة لغير النبي إن يصلي في غير موضع الفريدة يوم ينتقل لموضع آخر يوعد يختب السلاج ويتقل لموضع آخر فيصلي فيه حتى يبين الحد الفاصل بين الفرد الحدن وبين السنة المتصلة به فجب زهو عمر رضي الله عنه حتى أقعده وقال لا أقعد فشبه الجمعة بمن فاته من الظهر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ولم يقل شيئا فسكوته عليه السلام دال على جوال ذلك الحكم وهو المشروع فلو لم يكن الحكم كذلك لتكلم عليه السلام بما يبين به الحكم لأن السكوت عن بيان الحكم عند الحاجة إليه لا يجوز فجاءت صلاة عليه السلام بعد جمعة في بيتي تبيينا لمن أراد أن يصلي بعدها من حيث ألا تكون الصلاة متصل بها وقد تكلم العلماء في التنفل بعد المغرب في المسجد وبعد الجمعة في المسجد هل يجوز أم لا فأما التنفل بعد المغرب في المسجد فلم يمنع أحد من ذلك لأن تلك العلة التي ذكرنا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم معدومة في غيرهم لكن الأفضل في البيت من أجل ما في الاتباع من الفضل وقد كان من السلف من يتنفل في المسجد بعد المغرب وأما بعد الجمعة فالذي أجاز ذلك منهم قال لا يفعل حتى يخرج من داب ويبدع من أخرى يعني يفصل بحركة ومنهم من قال ينتقل من موضع إلى موضع آخر يعني يفصل بالمكان يعني بعضهم نصح أن يفصل بالحركة أو بعضهم نصح أن يفصل بالمكان ومنهم من قال يجلس في موضع ساعة أو يفصل بالزمان يقعد مدة يذكر الله يقرأ سورة الكهر يصلي عن نبي نصف ساعة كده ولا يقعدين يقوم يصلي يبقى يما يفصل بالحركة أو يفصل بالمكان أو يفصل بالزمان حتى يذهب علة الشبه التي نهى عنها كما حكيناه آنفا ولم يختلف أحد أن تنفله في البيت أفضل وفيه وجوه من الفقه أحده الأخذ بسد الدريع لأنه لو فعل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنها بدل من الركعتين وأن من فاتته الخطبة لا تجزئه الجمعة ويصلي ظهرا أربعا وهذا بعيد النحر أين نسبة الخطبة من الصلاة فكيف في الركوع الذي هو من جنس الصلاة ولم يجي أن أحدا من السلف فعل ذلك وقد صار اليوم العمل على خلاف هذا وهو ما يفعل الناس بالديارة المصرية وغيرها ممن حد أحد وهم من اجتزامهم من ركوع إسر صلاة الجمعة متصلا بها يبدو أن كان في زمانه الناس أول ما يسلموا في صلاة الجمعة كل واحد يقوم مكانه يصلي على طول هي ركعتين بعدا فهو كان من شعج والحكاية واخد بالك من التزامهم من ركوع إسر صلاة الجمعة متصلا بها وهو من البدع ثم إنهم زادوا في ذلك بأن سموها سنة الجمعة وهذا مناقض للحديث الذي نحن الآن نتكلم فيه والذي أوردناه من حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت لمسلم ولا أحد ممن ينسب أو ينتسب للعلم بغير ذلك بل يفعله ويحتج بأن يقول هو على ما بلغني هو وقت يجوز فيه الركوع كما أنه لم يسمع قد أدين الحديثين الذين هما في الصحة والشغرة بحيث المنتهى أو كأنه لم يعرف قد المربس يقيمه وما يستنبط منهم فأين العلم وأين أهله فإن لله وإن الله يراجعون على حوادث حدثت في الدين وأكثروا من هذه الطائفة المنتسبة للعلم فما بالك اللي ما بيصرجوكم عاصلا كان حاول إيه؟ اللي في الناس ما بيصرجوكم عاصلا وليس عندهم منه إلا نقل الألفاظ والتحكم من طريق الجغل والمباهات أيهاة ما العلم كذلك ولا طريقه هنالك بل هو باتباع السنة والسنن وبالنور والحكمة تقع فيه الموافقة لمن تقدم وفقنا الله لذلك بمني وإن كان ورد أن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات ولكن في البيت أو بفاصل زماني ده ورد أيضا في حديث صحيح مسلم أخي قالك فيبقى المسألة اللي هو بينتقدها الشيخ إن الواحد مجرد يسلم من صلاة الجمعة ما يقومش مكان ويجيب على طول لا يفصل فاصل زماني أو فاصل مكاني أو يصليهم في بيته فوقت بالك إزاي حتى لا يشتبه الأمر على الناس أنها تكملة لصلاة الجمعة التي هي محل الزهر بركعتين زائدتين كل هذا مراعاة لحفظ المحافظة على رسوم الدين وعلى شكل الدين لا على من أسقطها لا لا على من أسقطها إزا جانت تسقط الزهر هو ما تكلمش بالمسألة دي هو ما تكلمش بالمسألة دي لا خد بالك وبيتكلم على إن الجمعة صلاة فريضة تأتت وتمت بركعتين فما تشبهاش بالزهر خالص فيبت زي هو عايز يقولك كده ما تكلمش بقى هل تجزئ عن الدهر ولا لسه في فرض عليك دهور تاني هو ما تكلمش في هذه المسألة أصلا هو بيقولك إن فرض الجمعة هو خطبة وركعتين فما تحطش بعد ركعتين ركعتين فتشتبه كأنك خلتها أربعة فيبتدي مسألة هو ده بيبحث في هذه المسألة والله تعالى أعلم وأعلم اللهم يا شهيد يا حاضر لا يغيب صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان لا يشهد إلا إياك وجعلته شهيدا على ما سواك صلاة نشهدك بها في كل شيء حتى لا نترك في شيء متحققين بوحدة الشموبي الملك المعبود فإنما توله فثم وجه الله وكفى بالله شهيدا اللهم يا حق يا مبين يا من يهدي الحق صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان مظهرا للحق فقدفت به على الباطل فدمراه فإذا هو زهد والذي قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوها صلاة تورثنا إرثا من هذا فنكون مظهرا للحق فلا دعوة وفي أقوالنا فلا كذب وفي أنفسنا فلا هوى فنصير حقا سرفا تدمع به كل باطل وزور فتحق بنا الحق وتغفر بنا الباطل ولو كره المجرمون اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا واهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى سرعة مستقيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ترجمة نانسي قنقر